مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني القوى السياسية الكردية إلى اتخاذ موقف موحدا ردا على خفض نسبة حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2018 وقال بارزاني في بيان إن ما حصل باسم إقرار الموازنة خرق واضح لمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن ومبادئ الدستور وهو اضطهاد مخطط له ضد شعب كردستان وعرب بارزاني عن أمله بأن تظهر الخطوة الأخيرة الكثيرة من الحقائق للداخل والخارج وأن تجتمع الأطراف الكردستانية لاتخاذ قرار مشترك ردا على خطوة مجلس النواب